خطوات متسارعة تخطوها واشنطن وبكين لإنهاء الحرب الاقتصادية القائمة بين الطرفين فنتائج المفاوضات بين ممثلين عن الدولتين أثمرت على الأرض أمريكا تؤجل الزيادة المقررة في الرسوم القمرقية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار وتطلب من بكين عربونا لذلك رفع كل الرسوم عن منتجاتها الزراعية الرئيس الأمريكي سبق أن لوح بزيادة الرسوم القمرقية على سلع صينية بنسبة 25% بحلول مطلع شهر آدار الجاري في حال عدم تسوية الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم بكين رحبت بالمبادرة الأمريكية بشأن الحفاظ على نسبة الرسوم القمرقية الإضافية على السلع الصينية دون تغيير وتؤكد أنها لن تستخدم عملتها اليوان كسلاح ضد واشنطن وهو ما تخشى الأخيرة حدوثه إذ أن خفض قيمة العملة الصينية من شأنه أن يواجه الرسوم القمرقية الأمريكية المفروضة سابقا على بكين كما تشهد الفترة الأخيرة ارتفاع وطيرة الحركة التجارية بين البلدين حيث أكدت وكالة رويترز أن ناقلة نفط تحمل خاما أمريكيا تفرغ شحنتها في ميناء صيني بما يمثل أول واردات خام للصين من الولايات المتحدة منذ أواخر شهر تشرين الثاني الماضي نقطة الوصول إلى نهاية العراق التجاري بين الصين وأمريكا قد تتوجها قمة محتملة بين ترامب ونظيره الصيني شي جيم بينغ قبل نهاية شهر آذار جاري في ولاية فلوريدا بحسب ما أكدته قناة فوكس بيزنس الأمريكية التي رجحت أن يوقع الرئيسان اتفاقا شاملا قد يعتبر وثيقة صلح نهائية